من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الكردي سيد خرشيد دالي سيد خرشيد هذه التصريحات الكردية هل يستدل بها على قرب سحب القوات الأمريكية لقواتها من المنطقة وهي التي طالما صرح مسؤولوها بأن الانسحاب الأمريكي لن يتم من الأراضي السورية إلا حال تم القضاء على داعش مسألة خير لك سيدتي ولمشاهديك يعني القرار الأمريكي متخذ وهو قرار واضح ومعلن من رئيس ولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها إذن المسألة مسألة وقت ومسألة كيفية ترتيب الوضع في مرحلة ذاتما بعد الانسحاب الأمريكي أنا أعتقد أن العقبة الأساسية هنا تعلق بالموقف التركي هذا الموقف الذي يحاول استغلال مسألة انسحاب الأمريكي لتوسيع نفوسه واحتلال المزيد من الأراضي السورية وفرض مشروعه الأيدولوجي تحت عنوين مكافحة إرهاب ومكافحة قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب أعتقد دون وجود ترتيبات دولية تمنع تركيا من القيام بمثل هذا العدوان فأن المنطقة مقبلة على تطورات دراماتيكية خطيرة وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر مسؤولية تتجاوز مسؤولية الكرد الذين هم خير من كافحوا وحاربوا داعش ولا سيما داعش الآن في أيامه الأخيرة وأعتقد أن هذا الوضع يترتب مسؤولية أقليمية والسورية والدولية في مسألة كيفية ترتيب الوضع في شرقي الفراد في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي مصير المفاوضات الكردية مع الحكومة السورية اليوم هذه التصريحات إلى أي حد يمكن أن نلتقط منها أو نستشف ربما بعض التطمينات الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية بأنها ما زالت تدعمهم كاني أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة مع هذا التوجه الكردي نحو الحوار مع دمشق وفي نفس الوقت دعيني أقول أن الخيار الكردي الأضمن وربما المقبول والمنطقي هو التحاور مع دمشق لأسباب كثيرة ومثل هذا الأمر فائد للطرفين أولا أنه يوحد الساحة السورية في مواجهة تهديد خارجي خطير وأقصد هنا تركيا أيضا المسألة يجب أن تتجاوز التصريحات التي ترحب الحوار وتؤكد على الحوار لطالما أن هناك تهديدات جدية بمعنى على دمشق أن تتقرب من هذا المكون الذي ضحى كثيرا في سبيل حفاظ على تلك المنطقة ودمن اعتراف خصوصيتهم كذلك الكرد أن يعطوا رسالة واضحة لدمشق لأنهم موحدة الأراضي السورية برأيك هل تحاول اليوم أمريكا تعطيل هذا الحوار أو الالتقاء الكردي السوري؟ أنا أعتقد نعم ذلك وربما الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي جيمس جيفري قبل أيام قليلة إلى مدينة عين عيسى والتقى هناك بقوات سوريا الديمقراطية وقيل أن أحد الرسال التي قالها جيفري في هذا الاجتماع هو عدم بمعنى رغبته أو إدارة الولايات المتحدة لا تحبز مثل هذا الخيار في التوجه نحو دمشق وروسيا وربما عليهم الانتظار على أمل أن يكون هناك شيء إيجابي ولكن مثل هذه التصريحات الأمريكية هي تبدو ضبابية وهي نوع من بيع الوهم للكرد ولا سيما أن الولايات المتحدة واضح هناك نوع من الانعطافة نحو تركيا ومحاولة استقطاب تركيا إلى جانبها في معركتها الاستراتيجية الكبرى مع إيران وبالتالي أنا أعتقد يجب عدم الإطمانان إلى التصريحات الأمريكية والخيار الحوار الذي يوحد السوريين بكرده وبعربه في مواجهة هذه التهديدات التركية والمشاريع الإسلامية الأيدولوجية التي تطرعها تبقى ضرورية سورية للجميع يتجاوز الخلافات الداخلية إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير شكرا لك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الكردي خوشي الدلي